اشتركوا في القناة في الفيديو ده جماعة هنتكلم عن بلف البخار او كما يطلق عليه بلف البي سي في وان شاء الله حلقتنا هتبقى عبارة عن اربع فقرات الفقرة الاولى ايه هو بلف البخار او ايه هو بلف البي سي في تاني فقرة معانا هنتكلم عن وظيفة البلف ده بيعمل ايه وهو شكله ايه وطبيعة عمله الفقرة التالتة هنكلمكم عن مشاكله البلف ده لو تعطل ايه المشاكل اللي هيسببها لي في المحرك اخر فقرة معانا هنتكلم عن طرق صيانطل ازاي نصينه وبالتالي نحافظ على عمر المحرك خلونا نبدأ اول حاجة ايه هو بلف البخار او ما يطلق عليه البي سي في فالف البي سي في فالف هو اختصار لمصطلح البوزاتيف كرانككيس فينتليشن مسميات البلف ده البلف ده بيطلق عليه بلف البخار كما في بعض الدول او بلف الكارتير او بلف الكابس حسب حضرتك موجود في انهي دولة بدأ العمل عليه او اكتشافه سنة 1963 ومن هذا التاريخ مفيش ولا محرك في الدنيا الا ولازم البلف ده يكون موجود حسب اختلاف الديزاين او الشركات المصنعة بس already whatever ايا كان نوع المحرك لازم البلف ده يكون موجود بعدها بسنة بالزبط بدأ يتطبق في محركات الجرارات محركات جرارات السكة الحديد سنة 1964 خلونا نبدأ نعرف البلف ده بيشتغل ازاي البلف ده هو عبارة عن relief valve وانما نتكلم عن بلف الرليف يبقى احلى بنتكلم عن spring بنتكلم عن susta بنتكلم عن ارس او قعدة وبنتكلم عن housing اللي هو body بتاع البلف بيشتغل ازاي بيشتغل mechanical ما بتتدخلش فيه اي كهربا نهائيا يبقى البلف ده عبارة عن relief valve بيشتغل في اتجاه واحد بس وما يرجع ليش الحاجة التاني الموضوع بيبدأ ازاي بيبدأ ان خلال عملية الاحتراء في جزء بسيط من الابخرة او الانبعاثات النتجة من الحريق بتبدأ تتهرب وتنزل الى داخل الكارتير بتنزل منين بتنزل ما بين جدار السيلندر والبيستون رينجس وشنابر البستم وتبدأ تتجمع لي داخل الكارتير الكلام ده بالانجليزي بيطلق عليه blue buy عشان لما حضرتك تسمع المصطلح ده blue buy لما تسمع blue buy تعرف ان المقصود دي الابخرة او الانبعاثات اللي جيالك اللي نزل من فوق من غرفة الحريق نزلال الى داخل الكارتير عن طريق التفاوت الشديد اللي ما بين جدار السيلندر وشنابر البستم المشكلة ان الابخرة دي بتكون مصحوبة بقوة هائلة بنقول عليها ايه الاكسبلوجان فورس يعني مش قوة عادية ده قوة ومصحوبة بحرارة القوة دي بتبدأ تكبر طول ما انت مشغل المحرك فيه تنفيس بينزل تحت بتتجمع ابخرة القوة دي بتزيد تشوف حضرتك لو معاك بلون وبتبدأ تنفخه تنفخ 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 بيروح فين البلون بينفجر لما بتتجمع القوة الهائلة دي اللي هي مصحوبة بحرارة الاكسبلوجان فورس بيجي هنا دور بلف البخار بيعمل ايه ان الضغط اللي متجمع ده بيبدأ يضغط له على على السبرينج على السستة بتاعت البلف فالبلف بيفتح فيعمل فينت يطلع يروح فين يروح على التلاجة او الاير منفل وتبدأ السايكل تتكرر الدايرة دي تتكرر تاني ده طبيعة عمل البلف ده نيجي بقى لاهم نقطة ان البلف ده لو تسد ايه اللي هيحصل احنا قلنا فيه ضغط وفيه قوة بتتجمع داخل الكرتير بتخرج عن طريق بلف البخار البلف ده لو ما اشتغلش السستة بتعلق فالقوة تبدأ تزيد 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 فما تلاقيش مكان تهرب منه فتعمل ايه تبدأ تضرب لك جميع الاولسهات اللي موجودة في مطور العربية في محرك العربية لما ترفع العربية تلاقي ان العربية غير انا زيت من تحت طيب قبل موضوع الزيت ده اقدر اعرف ان البلف ده شغله ولا لا اه تقدر ازاي انك لما تفتح غطل محرك من فوق تلاقي فيه ابخرة بتتصاعد فيه ابخرة طلع كده ده انديكيشن بيقولك خد بالك ان بدأ البلف ما يشتغلش بدأ البلف يعلق فحضرتك تجي رايح كده على البلف تجي رايح حله تبص على البلف تبص تلاقي الرواسب دي كله شوف البلف عامل ازاي تبقى اعرف انه شغال ولا عطلان ازاي حضرتك تيجي ترجه لما تيجي ترجي البلف ما تسمعش صوت تلاقيه مكتوم معنى كده ان الرواسب والابخرة سدت علاقة السستة خلاص قفلت المسامة بين الكويلس ما بين اللفات بتاعت السستة فعلقت السستة وحيعمل كابس وده يجرنا للفقرة الاخير اللي هي ايه ازاي نصين البلف ده بلف البخار انت قدام حضرتك سكتين سكت العلاج المؤقت وسكت انك تريح بالك من الهدك من الصداع وتحافظ على العربية ازاي البلف ده فيه ناس بتجيب الدابلو دي فورتي وتبدأ تغسل البلف وتنظفه وده انا ما انصحكش به بس خليه حطي في الحسبان ان ده علاج مؤقت الحل الامثل انك تغيره تبقى غيره كل قد ايه من خمسين لستين الف كيلو اما في جارات السكة الحديدة هنتكلم بعد كده بالتفاصيل عن البلف ده وكل ما يخصه هو حضرتك مفكر ان الموضوع اللي يقول سهد بس هتضرب زيت بس لا مش الابخرة اللي نازلة ديت فيها وقود انا بديقول من غرفة الاحتراء مش فيها وقود فيها بنزين فيها سولر اه لما ينزل تحت حيلاق الزيت يبدأ يعمل ايه بيعمل سلج يبدأ الزيت يشحم زي ما حضرتك شايف كده يبقى بالتالي حيفك تخوصه يبقى بالتالي ما فيش تزييد يبقى فيه سبايق حتتحرق اه يبقى فيه كرانك يبقى العربية حتجيب كرانك شوف خطورة الموضوع وفي نهاية حلقتنا النهاردة عشان ما طولش عليكم بقول لحضرتك لو عجبك الفيديو دوس لايك وضغط سبسكراب للقناة اشترك في القناة علشان يوصلك كل ما هو جديد واي معلومة بننشرها عبر هذه القناة وطبعا يا جماعة لو اي حد عنده رأي او اقتراح يبدأ يسيبلي الاقتراح ده في الكومنتات تحت وانا هقراها وحشتغل عليه علشان نطور القناة واكبر عدد من الناس يستفيد دمتم في حفظ الله وامنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشترك في القناة